اشتركوا في القناة الموضوع اللي تيكون خاصة خاصة كيمس المغاربة هاد المواطن المغربي اللي العمر ديله ما بين 30 حتى 33 سنة مش متأكدة من السن ديله شاب مغربي احتجز في دولة كوريا المهم الله اعلم كان عابر الكوريا قصه غير معروفة جدا لان انتم ما كتعرفوا منك توصل مواضيع الاعلام كل واحد شنو تيقول لكن الحقيقة الحقيقة هو اللي عارفة يعني مهما كانت الظروف الاو غيكون واحد الظرف اللي هو معروف اللي كنتكلم عليه انا شخصيا وتقريبا عايشت هاد الموضوع هاد الشخص اكيد مشل الكوريا عن طريق الطيارة او عبر دولة تانية وبغي يدخل الدولة الكوريا لكن هما من النوع اللي ما تيبغيوش اي حد يجي يدخل خصو يعرف السبب خصو يكون عنده فلوس يكون عنده الحجز ديال الفندق والحجز يعني المناسب للدولة ديالهم يكون مواتق غالبا احنا المغربة مني كان بغيو نمشيو لشي بلاسا وكانكونوا نوين انه نحنا غنمشيو لهاد البلد وغادي نقلسو فيه كنديرو هادك الفوتيكيت يعني تيكون واحد تذكيرات تكون وهمية يلعني فيها المشي ونمشي ما تيكونش هاد اللي كيتير جن جنون بعض الدول وخاصة كوريا احنا غادي نتكلمو خاصة على كوريا كوريا مني كيدخل لها شي شخص غير قانوني مهما كانت الحيال ديالو وكيديرها الانسان انها قانونية قولنا مثل التذكرة مثل حجز الفندق اللي تيكون حجز وهمي كيجن جنونهم ويبغيو يتحاوروا مع ذاك الشخص وكيخصهم مطرجم يعني غالبا الوقت كيكون المطرجم عربي من اي دولة احنا العرب ما كانت تفاهموش بعضياتنا في اللغة خاصة انت يقول لك اللغة المغربية اللي كيتشكوا منها بزاف لانها سريعة وغير مفهومة الى ما كناش كانت تفاهمو مع الجزائر وتونس وموريطانيا بالكلام كيفاش غنت تفاهمو مع بعض الدول اخرين المهم مني كتوصل عندهم كيجيبو لك المطرجم يعني المفروض المفروض يكون المطرجم من السفارة السفارة اللي كتنتامي للشخص العربي او اي شخص من اي دولة احنا دابات انتكلموا على هاد الشخص المغربي المفروض يجيبولي مطرجم مترجم ومنه كيتكلم مع المطرجم كيطالب بشي واحد من السفارة المغربية السفارة المغربية نين يا مومو. طيب عشانا. يعني را ما كيناش ما حاضراش. إلا جيتي تمشي الوزارات الخارجية كتلحى بزاف ديال الموظفين اللي كيتعينوا وكي جريوا أنهم يتعينوا وبيخرجوا ويشتغلوا ويخدموا البلاد يمشوا للصفارة. كان الهدف ديالهم مشي خدمة البلاد. الهدف ديالهم أنهم يمشيوا ويجمعوا الفلوس لأنه دو بالسالير. وبزاف ديال الحوافز اللي كيتمكنوا بها. لكن احنا ما غاديش اللوموا على الموظفين الكبار مثل السفير والقنصل والموظفين الكبار. غادي نذكر الاسم الثالث اللي تيكون قائم الأعمال. لكن غادي اللوموا على الموظفين الصغر لأنهم هم دائما اللي تيكونوا حاملين المسئولية أكثر من الكبار. مجرد ما تدخل الصفارة قد تليفون وشوف راه كين خوك مسلم يقدر يكون ولد عمك يقدر وهو راه خوك مسلم مغريبي غادي يوقع ليه مشكيل وخصو يتصل على الأقل رد عليه يقول ليه راه احنا كينين احنا جايين احنا ما جايينش دير هادي فعل هادي يترك هاش. او حافظ على الجواز ديالك حافظ على الصمت ديالك خاصك محامي خاصك هادا بحالك يديروه الدول الكبيرة اللي هي منها الامارات ومنها امريكا ومنها بريطانيا ومنها بزاف ديال ديال دول ما غدش نعدهم لكم وإنما غنعطيكم هاد النموذة جادة لكي كل مواطن ديالهم غادي يمسافر أصلا هما ما تيحرقوش ولكن غادي يمسافر طرت لي شي مشكلة كيتصل بالرقم وكين واحد الرقم اللي هو اخضر مجاني باش ما يكونش تكونش انتا اونطان او لا تطلب لشي واحد ده التليفون وما يبغيش يعطيه لك تقول ليه رقم مجاني كيعطيه لك او اي تليفون ديال براك يعطيه لك علاش هاد الشخص هدا يطرع لي هاد الشي كامل وما زال الصفارة ساكتة اكيد غادي يقول له ما انا بغيت الصفارة اكيد مدام مش حتى الكوريا الا وعارف المعلومات اللي هي غادي تكون تساعده علاش هاد الشخص هدا ما تمشيش عنده الصفارة المغربية باي موظف من الموظفين ديالا انا كنعرف بان الموظفين صغار صغار ليهما مثلا البواب السائق هما اللي كيقوموا جميع الخدمات اللي ينفروض يقوم بها موظف كبير ومسؤول في الصفارة مثلا جيشي واحد باب السفارة تيقول لهم انا بغيت نشوف مثلا السافير كيقول له السافير ممنوع انك تشوفه بغيت نشوف موظف مسؤول تيقول لي ما كينش خارج او كونجي لا بغيت يتبرأ منه تيقول له كونجي شنو كيدير هاداك العساس كيستحي منو كيقول له دوس دخل كيدخل كيحطلو في شي بيت اللي هو تيكون يعني ضروري يعنو خسو يكون بيت بعض المغاربة اللي تيكونو برات البلاد اللي هو مفروض السفارات متل الدولة ديالهم تيكون هاداك البيت ولكن خاوي تيقول سوفي الموظفين كيلعبو فيه كارتا تيدحكو فيه تيصامرو فيه تيعودو مشاكلهم كيحشم هاداك العساس كيقول لي دوس دخل او دوس يدخلي كددخل على الاقل كددخل من البرد ومن هذا لرايتها ما اغدا ان شاء الله مثلا كدجي كدقول لي ما عنديش فلوس ما باش نشطك سي الله جاب نغشي واحد او جاي على رجليها او 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 لكن شنو اللي كيطرى كيطرى انه تتلقى الخير في هاداك العساس وفي هاداك يدخلوها كيسددت الصباح كيجي شي موظف تيقول لي ليش دخلتي وشكو اللي قال ليكو هادا ممنوع وكيبدي يجبدلي القانون اللي هو ضد هاداك المواطن ينحلول علي هاداك السفارة ما كيجبدليش انه هاداك مواطن على قبلو تحلس هاداك السفارة كيفاش هاد سيد دبالي كي محتاجز وطبعا غاديدخلوه للسجن وحتى التعامل ديالهم احنا نذكرنا قبيلة انه لازم يجيبوا له مترجم او شي واحد منه يعني السفارة ما كيناش ما كيناش ناعسى ناعسى قلتلك نين يا مومو يعني سيا مني كيينعس لبيبي الصغير كيينعس ما كيجيبش الفيقة بحاله يتصلوا ما تيجيبهم حدو في حالة ما تصلوا بهم وما وقالوا ليهم را عندنا واحد المغربي را عندو مشكيل وهذا كيش رحو على كيفهم كيش رحو على كيفهم مثلا انت يقول لي را المغربية يقول لي انا جيك الهنا بغيت نخرج بغيت سياحة ولا بغيت شي حاجه كتعرفو احنا المغربة شوية الصوص دينا تيكون مرتفع و تيتكون عنا حركات اللي كنتكلموا فيها بليدين و كنديرو حركات بلوجه دينا الكوري مني كيوقف معاك تعرف النور عندك كتشتمو كيقرالك الحركات ديالك الحركات ديالك كيقرها على اساس ضدو الكوري ما كيبغيش اللي يدخل لي البلاد عادي بدي يعلمو كيبغي انسان يجي عندو متعلم يعني ناس درجات اولى ناس ديبلوماسيين ناس ما كيبغيش يجي عندو واحد المواطن اللي غدي يجي بدا يكرفس فيه و يبقى تابعوه و يبقى يعلمو القانون و يبقى يدير بزاف ديال الوسائل منمورة بحالة يكون واحد كيوصخ ولاخر كيشطب منمورة ولا كيضف منمورة قلت لكم مني كيبقى هداك الشخص كيبقى يتكلم هداك المغربي معاه انا كنحكي عن المغربي لان المغربي اللي صاير لهذه المشكلة يبقى يحكي مع الصفرة او لا مع الحدود الكورية اللي هي في المطار كيف يفهم عليه كيفو الاخ انا كنت رتليا مع انا مع اخويا تقول له هدا خويا تيقول لي ها انتم بجوج صحاب يودي هدا راه خويا هذا هذا خويا هو تيقول لي ها دي راه اختي و تيقول لك بجوج صحاب يعني تمشي بدينك تجيب قلة دينك انا على جدا بان فعلت و خرجت لاني انا كانت عندي واحد تجريبة اللي مريت بها مشيت الكوريا و كنت الرفقة ديال اخ ديالي و لكن المشكلة ما فهمونا، ما فهمونا، ما فهمونا، ما فهمونا احدا جابوا لنا شيء واحد من السفراء او اللي احنا كنا علما ان كيفاش نتصلوا و نتصل و نزيدكم علما ان احتى الناس ديال السفراء منين جاو ما دخلوش هبطوا معهم و مشاو يعني ما يطلبوش انو يجلسوا معنا ويفهموا مننا شنو جينا واشنو جينا تجارة والجينا سياحة والجينا حارقين وشنو ما بغينا نجيب اه الناس كلموا معهم ومشوف حالاتهم ومنين طلبنا احنا باش نجلسوا مع الناس ديال السفراء قال لك هوا غادي اوخها وما غادي يجيوا اليوم غادي يجيوا يومين وحنا غالسين في المنطار عادة باش دوزولنا اه الموظف ديال السفراء تكلمنا معاه في تليفون يعني احنا كنا على ناس اننا نحض باش نحيدوا لهم ديال فكرة دياله راح نجيوش خسره وماشي جوش صحاب اكيد هاد السيد هادا وقع ليه مشكيل يعني بسيط ما يمكنش شو واحد غادي الكوريا وغايدر شي مشكيل ما يمكنش لان ما كانش شو واحد من الناس العادي يلي ناضوا وقال غا ندير باسبور ومشى لوحد الدولة وبغاي حرق فيها مثلا الدول المعروفة قريبة ومشى انسان عادي اللي كيمشي الكوريا كيمشي كيعرف شنو كيدير يا اما كيمشي يعني موظف من صفوف الاولى يا اما كيمشي تاجير يا اما كيمشي السياحة هاد السيد احنا هدرنا عليه مشكلته الصفارة فين هي الصفارة كل الصفارات ديال المغرب الاو كيدخلو كيدكرو شي وتليفون ولا كيخرجو تاني كيعودو يدكرو شي وتليفون كان وقعت واحد الحادثة ما غاديش نذكرها وانما غلم محليها في ايام المرحوم المغفور له الحسن ثاني الله يرحمه كانت تصل بواحد الصفارة وما جاوبو تشي واحد والحسن الحد ديال الموظفين جاوب موظف عادي جدا وقال له انا كانت تصل بالصفارة صار لي يومين هدي شخصيا قال له شكنت معي شكنت الي كتصل شكنت معي جن جنون الحسن الثاني واللي كيسمع هاد الهضراء هدي غادي يفهم وغادي يكون عارف ماشي من الموظفين جداد من الموظفين الاخدام وغادي عارف المكان فين جن جنونه وقال لهم دابة غادي تمشيوا وغادي توسعوا الصفارة وغادي يديروا فيها المداومين الليليين اللي كي يجاوبوا دابة رجعوه ماشي ماشي عدابة رجعوه من شعال هدي لانه تخبات المواضيع ومات الحسن الثاني وما بقاوش الله يرحمه ولي برحمة الله وما بقاوش بزاف ديال الخدمات اللي هم كانوا تحركوا في واحد الوقت سوف ينعسو تأمانين يا ممو ولو كيدخلوا والسفارة وكيدكروشي وتليفون بغيتي تمشي السفارة كمواطن مغربي اللي معروف في المغاربة السفارة المغربية حتى احنا ما عندناش المواطنين المغاربة واحد الفقه علس شنا هو الدور دي السفارة المغربية السفارة المغربية دولة مصغرة كتقوم مقام دولة داخل دولة اخرى الدولة المغربية داخل دولة اخرى اللي كيتكلف بها الخدمة ديالها موظفين كيمشيوا كيخدموا من الفوق الى تحت يعني من السفير الى البواب كلهم عندهم ادوار كلهم عندهم ادوار وخصومة في كل هاد الادوار احنا ما غنقولوش السفير لانه كيعطيت علمات وكيقول بلا راه الخدمة كالدور صح لكن انت كيفيق بلا راه هديك تهولين يا ممو كيفيق من ديك الخدمة النهار ما كيناش نهارك توقع شي مشكلة عاد كيعرف بلا راه هالامور ما غداش على ما يرام كيقول لي هضر لا اللي تحت منوه ولا اللي تحت منوه على فكرة لما كانش السفير كيكون نائم السفير كيكون القنصل في القنصليات كيكون قائم الاعمال كينوبوا كلهم كيقوموا مقام واحد وكتحت منهم موظفين وكيف المشكلة في العبور يحجز جزدوهم في واحد المكان للعيالات بوعدهم والرجال بوعدهم اللي رأيتها ما تتحل مشاكل ديالهم اللي عنده الظهر كيخرجه و اللي ما عندهش الظهر كيرجع المشكلة الإنسان منه كيرجع كيرجع للدولة دياله كيتلقوا لي عند باب طيارة و كيشدوه و كيدروا ليه المينوت و كيوصلوا للكوميسارية و كيدروا معا لونكت و كيسفتوه لداره و ما كيثوقهم مش فيه و كيخواجوا و كيبقوا مش تنخسر جعليهم ملكوميسارية لانه مش مجرم و انما كيدروا ليه محاولة انه غدي هجرة سرية هاد الموضوع هادا عاوته انا عرفته على طريق مني عاوت المشكلة عاوته الواحد السيدة قتلي انا مشيس و محاجزة و كل شي لكن انا كنت غدا عن شي ناس من العائلة ديالي و درت حجز وهمي في الفندق و حصلوا عندي الحجز وهمي في الفندق لانه اتصلوا و الناس حاضية بلاده اتصلوا بيه و القووا بلا راه الحجز وهمي ارجعوني و داروا ليه هجرة سر يعيت ما نقول ليهم حتى الناس اللي مشيت عندهم مبغاوش يتلقوا معي و يجيوا عندي لانهم غدي خلصوا واحد الغرامة لانه علاش ساهمتوا في خراب البلاد البلاد ديالنا اللي هي انتو ما جايين عندنا كتخدموا فيها و جايبين الناس معكم كتعلموا وما نشي الناس غاد ينقانونيين الناس غاد ينماشيين في السلم احنا مغنقولوش احنا بلادنا مخيبة ولكن تصرفات ديالنا خيبين احنا كمغاربة مني كنكون في شي دولا محقورين علاش احنا محقورين علاش احنا المغربي منين يوقف وخيكون وخيكون طيان واحترامات الطيانين انا قلت طيان حتى يعني هاد هاد طيان خارج تهو يبحث على القوت دياله بغي يكون نفسه بغي بغي يجيب لبلاد دياله تهو واحد القدر ديال الفلوس وبغي يجيب لولاده القدر ديال الفلوس باش تهو يتسمى من المهاجرين هذا تهو خصويت تحتارم هاد الشخص خصويت تحتارم منين يمشي للدولة اخرى يلقاوا واحد الاحترام من الصفارة بعدها قصو منين يكون غادين يقولوا لو ماجيوا تسجلوا يسجلوا الناس سواء عندهم الخدمات سواء ما عندهمش حارقين يعلموهم يقولوا مرا هاد اللي كتديروا غير قانونيين هاد سيروا المكاتب سيروا يديروا يرشدوهم يوريوهم ماشي اللي احنا اختلا مشينا للصفارة ونسينا نسينا شي حاجة ديالنا كتتمشي ما كيقول لك تنتسرقوا في الكلام ديالنا كي يرهبونا كي يرهبونا كي سرقونا بمعنى شنا يا كي سرقو كي يخليونا كي سرقو فينا كل شي زوين ما كتدخل للصفارة على اساس انت جهيل بلادك ما كتشوفش فيها واحد تقوس كتشي السفارة اخرين ديال شحل من دولك كتلقا كأنك داخل الدولة ديالك ديالنا احنا ما كنا كل شي كي تصرف كل شي كي الفلوس الفلوس كتصرف على السفارات كتصرف على الموظفين لكن احنا ما كنشوفوش احنا كمواطنين ما كنحاسبوش هاد الناس كين كي تبشي الفلوس احنا بغينا نشوفو هاد الفلوس بغينا نشوفو هاد السفارة كيفاش مجهزة كالسفارة مغربية كتنب على المشاكل ديال المواطنين فيها كتحل المشاكل ديال المواطنين فيها كتحتضن المشاكل والمواطن فيها كيفاش هاد السيد ده بيمشي الكوريا ويطرالي هاد شي والسفارة لا تحركوا ساكنا كأنه ما كنش انا انا نقدر نحلف ولكن ما غنحلفش ولكن على يقين ان هاد السيد اللي في السفارة كين ينجوجوا لثلاثة عارفين والبقى ما عارفش مفروض كل سفارة ديال اي دولة اللي هو مفروض كيترى المواطن ديال اشي حاجة في هادك الدولة اللي في السفارة كل شي كيعرف كيتحركوا السيارات بحالة خرجين غادين يجيبوا شي واحد ديبلوماسي خرجين السيارات وخرجين الناس وخرجين المعنيين بالامر وغاديين فين غاديين 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 عادي عادي غادي تاخدوا واحد ساعد يلي ما قانا يلا سيد غا يقلس ثلث ايام ولا عشر ايام ولا شهر ساعد لما قانا غايعرفوا ان هادك السياد غاديين عندو صحاب السفارة غاديين حلووا للمشكل ديالو ولا يكون ظالم غاديين نحاسبوا على الظلم ديالو كان مضلوم غاديين عطوه الحق ديالو مرجوعوا لبلادو رجوعوا لبلادو لاش غالس كي حسبت ما علش غالس كي حسب في العذاب وكل نهار كي بلي عذاب شكله يكفي الانسان غير يلا دخل كوميسارية في المغرب بغاي سيبشي ورقة ولا بغاي يدعي شي حد ولا بغاي شكي علاش يحد ما كيلقاش حتى الصوت زوين وكادش تضر رهبة واش غاي خرج منها عندو الحق ولا ما عندوش الحق الحمدوالله دبرا ولات الامور زيانة لقبل ولا دبا ولكن لحسب المضافين هادش كلو كيديروه المضافين ما بالك حنا فالفين وواحد وعشرين دخلي عالتين وعشرين وبقي المغربي كيتقمع في البلاد ماشي ديالو وفي الصفارة ما كتهضرش فيه ما كتعودش عليه ما كتدفعش عليه اللهم ما إنا هذا منكر اللهم ما إنا هذا منكر أنا هادشيشته معجبنيش هادتجربة أنا مريت بها تقريبا مريت بها جزء منها تكلمت مع الناس اللي كيعرفوا هاد المواضيع هاد عودوا لي على بزاف ديال السفارات في ديال المغرب في الدول ما كيهتموش وكيقوم نفس المشكيل الناس كاتمشي فرحانة وكاتم راجعة قرحانة فينا ودور ديال المضافين حنا ما نهضروش على السفير السفير عندو مواضيع كبيرة أنا ما كنت نغطيش سفير وإنما سفير خصو يحل عينيه يعرف دوك اللي تحت منه واش خدامين ولا لا ركعت تعليمات خصو يتابع التعليمات خصو يتابع التعليمات خصو نحاسب الموظفين اللي خصو من يجيهم تليفون إيراني يهزوه أول أول مشكلة كاتتحل السبب دياله أول تليفون إيراني تليفوني تهز ماشي أنا حاطل برد ديالتاي كانت نشوا ولهز التليفون كان هادر مع أمي ونقلب على الرد دياله حق قراني خدمت أصلا وخا تكون مرضي الوالدين وما تقومش بالواجب الوطني ديالك في السفارة ديالك تجاه واحد الإنسان مظلوم ميت عندو شي حق محتجج بسي بلاسة مسجون وما جاوبتيش أرى ما أخديتيش الردى عارف بي أن الله أرى ما كي حاسبكش على الردى الوالدين والدين وإنما تلعما العبادة راح تلعما العبادة راح تلعما العبادة راح تأوك من عندك هادر كسيد أو هادر كسيد التليفون وكي وقف تيطمن كتطمنه وكتعطيه الحل وكتقول لاني جاي تقولك سيرا ودي الله يرحملك الوالدين الله قلع تراسك ربما أمك منين هادرتي معاها مدعتش معاك هذيك الدعوة لإنسان خصو يكون شوية في الإنسانية منقوش حنا المغاربة نحقروا بعضياتنا والدولة اللي مشينا لها نمشي والسفارة بحل دخل للكوميسارية الدول الأخرين غير مجرد ما كيعرفوا شي حاجة كيوقفوا لك هنا وكون كنداك الكوري عندنا نحنا يا في المغرب اش غايدروا لنا البوليس وش غايدروا لنا الصفارة ديالهم وتقدر قاعد تقطع العلاقات عارفوا بأن المشاكل اللي كتصير الجزء منها بالصفارات يقطع العلاقات على شي مواطن ديالهم مشاو التهان علش كتشووا مني كيكون ميت عمنا شي واحد ولطرات لي شي مصيبة كتجري وزارة الخارجية كتعالج الموضوع برها علش تحنا ما نخلوه مشي يجري ويرقدوه يبدو يبوتو لي نفلي الدين ورشلين على ذاك المواطن أنا قلت طيان عساس شنو ما كان القيمة دياله تستييد باش خلت دفعته الهجرة أنه يمشي خسنا ندفعوا عليه ندفعوا على الحق دياله لأنه مشي تقلب على حق من الحقوق دياله مشي ما كيناش مغريب وإنما بغي يجتهد فيها برها ممكن يساعدوا الحظ ويرجع لنا بمشروع ويقدر يكون شي حاجة كبيرة ولو أنه نحن نقوله غير واحد السييد بسيط وإنما يقدر يرجع لنا من الهجرة أنه عنده شركات عنده كان بناي مثلا رجع يقدر يرجع لنا من هاجر يقدر يرجع لنا مقاول علش حنا ما نكونوش بحالة كون كونو يدو وحدا ونعرفوا أنه نحن البلاد الأغلبية راكبروها وكتروها المهاجرين فين ما كانوا في العالم علش كونتقولوا لهم مغاربة العالم لحق قغي منين يبغيوا يجمر حبابيكم مغاربة العالم ولكن منين نبغيو حنا يا حق هاد المغاربة مكنش كنش يدو حنا مع الغالبة مع اللي جيب الفلوس راجعوا شوي هاد الشي وديروا بارتاج باش هاد الشي يوصل باش يتفكدك السيد مسكين على الأقل غير ينعس القامة ينعسش واش الكوري العسكري لكن غادي قدامك ما تيتلفتش فيك غادي عنده واحد القانون غادي فيه عنده واحد السيرفيس غادي فيه تيدرب السلامة على الأخوة كيوقف حدا كتير هذك ما تتعرفه غاي قتلك ولا غادي يضربك ولا عفوا وإنما كيقوم بالواجب ديال وخاة تهضر معها حصلت صباح الحلقة تهضر معها أصنام ساليت للأوديو ديالي وكنت منها هاد الشي وصلت